سلام عليكم واهلا بيكم من جديد. نهاردة ان شاء الله معي انا هقف في من شركة الموديل بتاعها زي ما انا شايفين كده تلتمية سعين لاش ايه كبرود. والموديل ده احنا كنا عملنا عليها عطل قبل كده نفس دي. وعملنا عليها عطل قبل كده في القناة. وتقريبا نفس الاعراض اللي كانت موجودة معي قبل كده هي نفس الاعراض اللي جاية بيها دي. فخلونا كده نبتدي ان احنا نشغل ونبتدي ان احنا نشغل الماثر بورد بتاعتنا. دلوقتي الماثر بورد بتاعتنا اشتغلت. ولكن لو نلاحظ هنا ان انا اللد الخاص بالسي بيو. اللد ده امنور معي معنا كده ان الماثر بورد مش اريا او مش حاسة بالمعالج بتاعه. تمام? خلونا كده نبتدي بالبلطيات بتاعتنا. طبعا عندي هنا طبعا الخمسة والتلاتة والتلاتة بيجول من خلال. وهسيب لك برضو التشريح الخاص بالماثر بورد دي. خلونا نبتدي ببلطية الرمات. نقدر ناخدها من على المكسف ده لان الكل ده هو اه الطرف بتاعه النحاء التانية من البوردة. بلطية الرمات اللي هي واحد واثنين من عشر ازاهرة معي. عندي كمان في المنطقة دي خلونا بس كده نزوم شوية. القويل ده على ما اعتقد القويل ده خمسة فولت. انا بس نسبت بروب الافو ميتر. القويل ده خمسة فولت. القويل ده اعتقد ان هو الاتنين ونص فولت الخاصين بالفي بي بي الخاصين بالرمات. نقيس او ناخد الاي اس من على النحية التانية من القويل بتاعنا. اتنين ونص فعلا الخاصة بالرمات. عندي لو نزلت تحت شوية القويل ده خاص بالبي سي اتش. مفترض ان هو يكون عندي تقريبا واحد او واحد وخمسة من مية. وفعلا واحد وخمسة من مية. عندي برضو في اه كويل هنا وكويل هنا خلونا كده ناخد الاي اسات بتاعتهم. هنا موجود خمسة فولت. والقويل التاني ده تلاتة وثلاتة من عشرة. لو طلعنا بقى فوق شوية عشان ناخد فولتيات المعالج. او ما قبل الكور. القويل ده عليه اتناشر فولت. القويل ده عليه واحد وخمسة من مية. اعتقد ان ده الفيسي سي ايو. في عندي بقى كويل هنا اللي هو خاص بالفيسي سي اس اي. كويل ده عليه تسعة من عشرة فولت. اه يبقى كل الكويلات عندي او كل الفولتيات عندي ما دون الكور شغالة معايا بدون اي مشاكل. خلونا بقى نبتدي ان احنا ناخد الفولتيات الخاصة بالكورزة نفسها. وطبعا الكلام ده هيستدعي او هيلزم مننا ان احنا نقلب في الاتجاه التاني. خلونا كده نقلب في الاتجاه العكسي. طبعا الكويلات موجودة عندي في الصف ده. وفيه كمان عندي كويلين هنا. خلونا نبتدي ان احنا ناخد الفولتيات عليها نشوف في فيها اي بولطية ولا لأ. عندي الكويل ده. زيرو فولت. كويل اللي بعده زيرو فولت. هنا زيرو فولت. وكمان هنا زيرو فولت. هنا الكويل ده زيرو فولت. واعتقد ان الكويلات دي كلها هي خاصة بالفي كور. فلما كده نشوف التلات كويلات اللي فوق دول. الكويل ده زيرو فولت. الكويل ده زيرو فولت. الكويل ده كمان. زيرو فولت. طيب اذا انا كل الكويلات اللي موجودة عندي بالنسبة لي الكور او سواء كارت الشاشة المدمج داخل المعالج كل الفولتيات دي مش موجودة معي. ولكن انا لاحظت حاجة غريبة هنا. لو حضراتكم تابعتوا الفيديو اللي فات بالنسبة لي الماظر بورد دي. يعني انا لاحظت حاجة غريبة هنا ممكن ما تكونش واضحة على الكاميرا ولكن احنا دلوقتي هنشوفها تحت الميكروسفوب. لو نتذكر مع بعض الفيديو اللي فات وانا تسيب لك اللينك الخاص به الفيديو في علامة في مقاومة هنا الخاصة بخط ما كانتش موجودة في الماظر بورد اللي فاتت وكانت المقاومة متشالة اه يعني مكسورة عن طريق الخطأ ممكن اللي كان بيركب الماظر بورد تكسرت منها وتشالت من المقاومة عن طريق الخطأ ونفس العطل برضو بنفس التفاصيل موجود معي هنا بنفس رقم المقاومة واللي هي موجودة عندنا. خلونا كده نحط البوردة دي تحت الميكروسفوب ونشوف المقاومة. طيب خلونا نشوف دلوقتي المقاومة بتاعتنا تحت الميكروسفوب. واعتقد دلوقتي ان الامور واضحة جدا جدا بالنسبة لنا. نفس المقاومة بنفس الرقم. وطبعا اه لو حضرتك حابب تعرف ازاي احنا في الماظر بورد اللي فاتت. اكتشفنا ان المقاومة دي هي اللي فيها المشكلة. آآ ممكن حضرتك ترجع للفيديو اللي فات فيه كامل التفاصيل. في الوقت الحالة نبتد ان احنا آآ نعوض المقاومة دي او نحط المقاومة ايمنة المقاومة طبعا طبقا ليه آآ الاسكماتيك او المخطط كانت زير اوم. خلونا كده نركب مقاومة زير اوم بعد كده نجرب الماظر بورد مرة تانية مع بعض. تمام? اشتركوا في القناة طيب بعد ما ركبنا المقاومة نبتد ان احنا نجرب الماظر بورد انا هحاطط طبعا سينك عشان الموارك بتاعي ما اسخنشي. ولكن خلونا نعمل فوكس على الليدات او الليد من فوق هو الليد الخاص بالسي بيو اللي بعد هو خاص بالديرام واللي بعد هو اللي فيجا واخر ليد معي من تحت هو ليد البود. هبتدي ان انا اشغل واشغل الماظر بورد ملاحظين ان انا ليد سي بيو فاصل معي. وزي ما احنا اسمينا كارت التستر اشتغل معي والحمد لله الداتا ظهرت معي على بورد. اخيان نفس البوردة بس عشان المعالك بتاعي ما اسخنشي. حابة بس مع رأي حضراتكم في التعليقات. هلنقدر نعتبر القطل ده من اعطال ولكن لو اعتبرناها اعطال او اه العطلة ده اعتبرناه من ضمن اعطال يبقى العطلة ده اه خاص او بسبب نفسه لان طبعا الكسر في المقاومة دي تم اثناء تركيب في الكيس. وبالتالي لو اعتبرناها اعطال اه من اعطال هيكون خاص باليوزر مش المصنع او المصمم اه الخاص بالماظر بورد. وبكده نكون وصلنا لنا نهاية فيديو النهاردة. ويا ريت ما ننساش اهلنا في غزة من الدعا. اشتركوا في القناة